طفرة غير مسبوقة شهدها البناء وتعمير في مصر حيث تعمل الدولة على توفير السكن الملائم والمناسب لجميع شرائح المجتمع من خلال إنشاء كثير من المدن الجديدة التي بنيت وفقاً للنظم الحديثة لتواكب الثورة التكنولوجية العالمية منذ تولي رئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية عملت الدولة على إنشاء عدد كبير من المشروعات السكنية أهمها المدن الجديدة والذكية مدن الجيل الرابع التي نجحت في فتح شرائين حياة جديدة للدولة المصرية ولعل آخرها مدينة أصوان الجديدة بإجمالي استثمارات بلغت 690 مليار جنيه نفذت الدولة حتى الآن 30 مدينة جديدة وجار تنفيذ 22 مدينة أخرى بالإضافة إلى 8 مدن مخطط تنفيذها وهو ما يشير بقوة إلى حجم التنمية الكبير الذي تشهده جميع ربوع البلاد تبلغ المساحة الإجمالية للمدن الجديدة ما يقرب من 580 ألف فدان في حين يبلغ عدد السكان المستهدف تسكينهم بها نحو 30 مليون نسمة ما يخفف الضغط السكانية على العاصمة ومدن الدلتة ووادنيلة ومن ثم يقلل الضغط على النقل والمواصلات ومختلف خدمات الدولة ومرافقها بجانب توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة اتجاه الدولة نحو المدن الجديدة لم يدفعها إلى إهمال المدن الأخرى بل على العكس عملت الدولة على تطوير المناطق العشوائية وغير الأمنة واقتربت من القضاء على ظاهرة العشوائيات التي نخرت بجسد البلاد لعشرات السنين كما أطلقت أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر وهو مشروع تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتأهيل وتطوير ورفع كفاءة المدن والقرى القائمة بالفعل من أجل العبور بمصر إلى المستقبل دون تمييز أو تهميش لشبر واحد من أرضها الغالية ترجمة نانسي قنقر